يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم المكتبة السمعية لمجموعة من كتب أهل العلم ومع الكتاب الثاني القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته للشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى السادسة الغاية من خلق العباد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الإمام البخاري رحمه الله ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون انتهى من صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الذاريات وقوله إلا يفيد الحصر والاختصاص فالغاية من خلق العباد هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وهذا يشمل الجن والإنس